فهد السلطان موليس ديمان العلاوي جاء واحد الجاسوس إسباني اللقب نفسه بعلي باي العباسي تعال الإسلام وخذع السلطان الماري بأنا ذاك وسمح له بتنظيف وتعطير الكعبة ايو كيف اشتر لهذا الشيء هذا كامل هو الموضوع لهذا الفيديو هذا بنفسه بعلي باي العباسي ولكن الاسم الحقيقي له هو دومينكو فرانتيسكو باديا اتزاد في المدينة برشلون الإسبانية هذا الجاسوس الإسباني يمشى الكثير من البلد العربية ما بين ليبيا وميصر وبيلاد الشام ولكن في المغرب خلوا واحد الآثار كبير حيث عاش سنتين بالقرب من السلطان موليس مايل وظلوا يرسلوا التقارير إلى إسبانيا بلا ما يعرفت شيء واحد هذا الشيء هذا كيف اشتر له ترجعوا شيء شوية للماضي وبالضبط أول قرن التاسع عشر الميلادي كانت بمجموعة دول الأوروبية ما بينها إنجلطيرا وهولندا وإسبانيا وفرنسا تعمل جاهيدة بشتبت الأقدم دياله في إفريقيا تلقى واحد الأسواق جديد تروش فيها المنتوجات ديالها وتوفر موارد إضافية لخزائينها وهنا الإسبانيا كانت تتقلب على شعر رجل المثقف في السفدول الإفريقية كي يقوم بجمع مجموعة من الأخبار والمعلومات على هذه البلدان الإفريقية وهنا مجد الضور دومينكو فرانتيسكو ليهو علي باي طرح الحكومة باش يمشي لهذه العملية الاستكشافية قرر باش يسافر المغرب عام 1803 باش يجسس على أحوال هذا البلد ليهو لا مجهول لدى الإسبان منذ الحضارة الإسلامية في الأندلس مبقى وش عارفين عليه بمجموعة هذه الأخبار لمجموعة هذه المعلومات ولكن قبل ما يسافر المغرب استعد لهذه المغامرة بشكل جيد تعلم اللغة العربية ودرس تعاليم دين الإسلامي مباذئه حفظ بعض صور القرآن الكريم ومشى بعيدة السيد ودرجت أنه خط النفسه عند واحد اليهودي تحسبا لأي طريق قد يكشف خطاته ودرس الموضوع من جميع الجوانب دياله لأي طريق قد يكشف خطاته فلأي بحرية في تيجال المغرب اختار اسم جديدا له فأطلق على نفسه اسم علي باي العباسي ومدعيا أنه ابن الآمر عثمان باي العباسي سيد تكي عارف شنو كيدير وصل سيعة لباي العباسي لطانجاها هو متنكر فهزي عرابي ونجح في أنه يحوث ثقة حاكم المدينة وكبار عمياء وعاش في الدينة على أنه رجل مسلم أصله من الشام وبالضبط من مدينة حالب أما عزز ما كانتها في المدينة وتمكنه من بعض العلم خاصة علم الفالك خصوصا أن ذيك الفترة كان المغاربة فيها حتى راجع كبير في ميدا العلم والمعريفة وكان الجهة تقريبا يحوم على جميع المغاربة بين بعد ما تعرف مدينة طانجا ولا من ناس منخبذية لها شنو غادي يدير غادي يتوجه شيء يكسب ثقة السلطان المولى سليمان وهو ما لم يتأخر كثيرا فأثناء زيارة السلطان المدينة الطانجا طلب السلطان لقاء العليبين العبازين نظرا الشهرة والمكانة دياله في المدينة اللي ذرا في واحد ظرف وجيز وتما تخصيصه واحد الاستقبال كبير لهذا الأمير المسلم المنفي وطبعا المغاربة معروفين باكرم الضيافة تمما منحوا قصرا في مدينة مراكوش تقديرا لهو للسلالات التي ينتسب إليها وفي نمام شيء يحظى بالرعاية المولوية السيد كان جاي المغاربة على مهمة استكشافية يصدقوا لكي قسمع الأمارة والمولوك وهذا شيء هذا ما كان يشدره في الحسبان دياله وهنا قد ينتقل الواحد المهمة الأصلية للجهة من بعد ما كتبته قضية السلطان وصاره جاليسة المفضل وليلا بغي يطبق الخطة دياله وبدأ كي يناقش الحماية الإسبانية للمغرب لكي يتجنب المغرب الأطمع الفرنسية المتصاعدة لكن في شرف المساعد دياله وما قدرش يقنع السلطان هنا قد يزعو تاني الخطة الخافية الثانية بدفت تحرج الشعبي ضد السلطان بذا رائع كثيرة الشيادة بشيمة هاد الإسبان داري على التدخل من أجل تهديئة الأمور فيتحقق له محتلال المغرب حفاظا على أمنه لكن بعد ذلك خاشية من انكشاف أمره وستأدن في شهر فبراير من سنة 1805 السلطان في التوجه للأراضي المقدسة لتأدية فريضات الحج والمولة سليمة من طبيعة الحلقة قال له مرحبا الحج هو اللو سيرت حج حوامل يمشى البلاد الحجاز والثاني حازع العثيقة الشريف مكة ومكناه واد الآخر من زيارة جميع الأماكن المقدسة حتى أنه سمح له تنظيف وتعطيع الكعبة ولو عبابي خادم بيت الله الحرام صيد مش بييد بعد المناسك الحج مشال البزار إلى البولدان الآسيا ونهى الرحلة دياله سنة 1807 وفاته المانية سنة 1813 في بيلادج هذي القصة ديال علي بايل عباسي لم يتوقع اشتركوا في القصة